السلام عليكم والصلاة والسلام على سrey念 محمد النبي المصريف الكريم وعلى آله وصاحبه وسلم الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور أحمد ع MB ولازلنا في مبوع الأرض الأردنية والأردنيين الأرض الأردنية وأهلها وعلاقتها بالفتحات الإسلامية وعلاقتها بالإسلام وعلاقتها السيدي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام بجيوش الإسلام لأن الأردن كان هو فتح أو البوابة بوابة جزيرة العرب لمن يأتي من الشمال وبوابة سوريا وفلسطين وشمال جزيرة شمال أفريقيا للآتي من الجنوب فإذن بلشت حروب الردة تحرك خالد بن وليد إلى منطقة الجوف لقي كيدر بن عبد المريك العبادي وقتله وكما أنه كان عنده بنت جميلة جدا اسمها تماظر وتزوجها أحد الصحابة الكرام وانتهت مبوع المسيحية أو في منطقة الجوف كلهم أصبحوا مسلمين خلاص يقول لك يا أخي بطن نرتد يعني رجعوا عن الردة نقول هكذا الآن بعد الترتيب هذا كله يعني وسيناء أبو بكر رضي الله عنه صار هو الخليفة والله سبحانه وتعالى أعطاه القوة والهيبة وأعطاه يعني يعني التفكير السليم فبدأ يحرك الجيوش للفتوحات كان جزيرة العرب محاطة بقوتين في ذلك العصر العالم المعلوم كان الامبراطورية الرومانية والامبراطورية الفارسية طبعا هذا العرض المعلوم لكن كان فيه امبراطوريات فيما بعد عرفوا الناس في الأمريكا الجنوبية مثلا يعني حضارات أخرى فهو لابد أن يصطدم مع هاتين القوتين العظميين وهذه الدول المؤسسة إلها مئات السنين كدولة ومئات السنين كجيش نظامي ومئات السنين كسياسة واحتلال فكل هؤلاء يجوا على الأرض العربية الفرس احتلوا العراق والرومان اللي بعدين صاروا بيزنطين لما احتنقوا المسيحية سموهم بيزنطين احتلوا بلاد الأردن بلاد ثمود طبعا أي الأردن يعني في الشمال الجزيرة العرب واحتلوا سوريا واحتلوا فلسطين واحتلوا أيضا نصر هذه كل هذه أرض عربية احتلتها من الدولة البيزنطية اللي هي الدولة الرومانية قبل ذلك فلابد من تسير جيوش فبسبب انه كان الاهل القريش لهم علاقة مع بلاد الشام تحديدا مع الأردن وسوريا وفلسطين كانوا يعرفوا المناطق جيدا فسير فسير الجيوش للأجناد فعندك جند الأردن سيرلو شرحبيل بن حسنة جند دمشق سيرلو أبو عبيدة جند سلسطين سيرلو عمر بن عاص كلهم صحابة أجل وجند حمص فعندك أربع أجناد سياد لها أربع جيوش كل جيش قواموا من سبع تلاف لثمان تلاف شخص ومجاهد وقالهم إذا واحد صار علي ضيق ينضم له الطرف الثاني فهم يعني قريبين وبعيدين كل واحد عنده ولكن إذا هم أصبحوا في موقع لا يستطيعوا أن يحققوا الغرض الذي الغرض المشهود الذي هو أوكل إليهم أو كان وسيناء أو وكل لهم كان يستنجدوا بخالد خالد ودى على الفرس ودى على الفرس ودى على الفرس ما خلّف ولا بقى هلكم بعدين لما الرومان استققوا على المسلمين هنا تحرك سيدنا خالد بن مريد من بلاد العراق إلى بلاد الأردن في معركة أجنادين وفي معركة مرج الصفر طبعا في منطقة دمشق وفي معركة اليارموك وهي أعظم معركة أعظم معركة أو من أعظم معارك التاريخ العربي والإسلامي لم تكن يعني هي في كم من معركة صارت عند العثمانيين بمستوى بس هذه يعني كانت معركة عظيمة والحديث بقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة